الدار بودكاست كما كان متوقعاً وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون إلى القناعة ذاتها التي وصل إليها من سبقوه في الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وقرر أخيراً حسم الموقف السياسي لبلاده تجاه السيادة المغربية على الصحراء معلناً أن حاضرها ومستقبلها يندرج في إطار السيادة المغربية الموقف الفرنسي الذي جاء بعد شهور طويلة من التحضير وتبادل دبلوماسي بين البلدين يعلن فعلاً بداية جديدة لشراكة مختلفة واستراتيجية بين المغرب وفرنسا على غرار تلك التي انطلقت قبل فترة بين المغرب وإسبانيا وما يزيد أهمية هذا الموقف الفرنسي الشجاع هو إعلان الرئيس الفرنسي أن بلاده تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي ووفقاً لبلاغ الدوان الملكي فإن ماكرون أشار في الرسالة التي بعثها إلى جلالة الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الدكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش لتبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة ويعد هذا الموقف الفرنسي إنجازاً دبلوماسياً مهماً للغاية في إدارة ملف الصحراء المغربية في الوقت الحالي ويشكل أساساً لتحقيق المزيد من المكاسب الدبلوماسية ولسيماً فرنسا من بين الدول الدائمة الوضوية في مجلس الأمن حيث عبرت بوضوح أن الحكم الداتي تحت السيالة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية وإن دعمنا لمخطط الحكم الداتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت رسالة الرئيس الفرنسي كانت مليئة بالإشارات الإيجابية التي تبشر بقرب حدوث تحول جوهري في هذا الملف باتجاه طيه النهائي حيث أعلن ماكرو أن هناك توافقاً دولياً يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر لدعم مخطط الحكم الداتي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومتفاوض بشأنه تبقى لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكي يكون للاعتراف الفرنسي بعد ملموس وعملي أظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون في رسالته حماساً كبيراً عندما قال إن الوقت قد حان للمضي قدماً وأشجع إذن جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية التي هي في المتناول لذا فإن هذه الرسالة تمثل نقطة مفصلية وثاريخية في موقف فرنسا تجاه هذا النزاع المفتعل منذ اندلاعه مدلات التي يمكن استخلاصها من معطيات هذا الموقف الفرنسي لا بد من الإشارة هنا إلى أنه موقف مدروس برؤية وثأني فالسلطات الفرنسية ثاملوا على بلورة هذا القرار منذ فترة طويلة في عقاب اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وذلك خلال ولاية الرئيس السابق دولاند ترامب وقد تطلب التوصل إلى هذا القرار نقاشاً ذاخلياً في فرنسا تبدلت فيه مختلف الهيئات السياسية والحزبية الأراءة والتصورات قبل أن تصل هذه المسألة إلى قدر من النج الكاف لإعلان هذا الموقف صحيح أنه كان من الأولى أن تكون فرنسا أول المعترفين بالسيادة المغربية على صحرائه وضرورة طي الملف بناء على مقترح الحكم الداتي باعتبار العلاقات التاريخية العميقة التي تجمعها بالمغرب لكن من الواضح أن الأفكار التي تضمنتها الرسالة تعبر عن قدر كبير من الثريت والتحديل والموازنة من جهة أخرى تعكس رسالة الرئيس إمانويل مكهون أيضاً وعياً فرنسياً بالتحول الذي تشهده الساحة الدولية فيما يتعلق بهذا النزاع المفتعل الاعترافات التي أعلنتها العديد من الدول الغربية والعربية والإفريقية والعزلة الكبيرة التي تعيشها الجزائر وفكرة الانفصال عموماً علاوةاً على التحالفات الجديدة التي تمكن المغرب من بنائها في سنوات القليلة الماضية كلها عوامل دفعت السلطات الفرنسية إلى إعادة النظر في ترددها غير المبرر وهو الأمر الذي أفضل يوم إلى موقف شجاع كهذا الذي أعلنه مكهون ولا شك أن حساسية الموقف الفرنسي بحكم العلاقات التاريخية المتشابكة مع الجزائر والسلطات الجزائرية كان لها أيضاً دور مهم في تأخر هذا القرار واستمرار حالة التردد لكن أن يأتي القطار متأخراً خير من أن لا يأتي أصلاً من المؤكد أيضاً أن التوجه المغربي الحاسم بخصوص استراتيجية العلاقات الخارجية كان له الضور المؤثر لقد جاء هذا الاعتراف الفرنسي بعد عامين بالضبط على خطاب الدكرة 69 لثورة الملك والشعب الذي وضع فيه جلالة الملك محمد السادس قاعدة لا رجعة فيها وذلك فيما يتعلق بإدارة العلاقات الخارجية مع الأصدقاء والحلفاء وقال الملك محمد السادس حينها وجه رسالة واضحة للجميع إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشركات ثم تابع جلالته قائلاً ننتظر من بعض الدول من شركاء المغرب الثقليديين والجدد التي تتبنى موقفاً غير واضح بخصوص مغربية الصحراء أن توضح موقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأوي وقد كان واضحاً أن فرنسا باعتبارها أقرب الحلفاء الثقليديين إلى المغرب هي المقصودة بهذا الخطاب وفي ظرف عامين تصل اليوم باريس إلى مرحلة التحلي بقدر كاف من الحكمة والشجاعة من أجل إنهاء هذا الغموض والتردد والاندمام إلى العديد من الدول التي غيرت موقفها بشكل إيجابي في أفق الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل وهو قرار يمثل استجابة واضحة لهذه الدعوة الملكية على اعتبار أن ما تضمنته رسالة مانويل مكهون بمثابة مراجعة صريحة للموقف الفرنسي وتوضيح للخط السياسي والديبلوماسي الجديد تجاه ملف الصحراء بشكل لا يقبل أي تأويل أو التباس